اللي يساومون على شرف العراقيات لأنه بلا شرف لأنه بلا كرامة عندما يقال هذا الكلام الآن العراقيين يقولون على الهواء مباشرة بالأمس وقبل أول أمس كانت الناس تستحي أنا تقوله لكنه الآن يربط من قضيبة ويدخل لبورة حديد فيه شرجة ويقول له أجيب مرتك هذا بيازم نبيان نظام هذا صار بأي ظلم هذا والآن يقال يا سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى يقال على الهواء لأنه الناس وصل بيها الظلم إلى مدايات لا تستطيع أن تسكت اليوم أريد أبدأ من مناشدة لأبو عمار طبعا أبو عمار داد لرسالة من 16 صفحة مدى 13 صفحة هو أولى الوقت يا أبو عمار حتى نقدر نعرم كل هاي المهم حصلولي أبو عمار أبو عمار يقول ولدي بصموه على إفادة غير صحيحة ومكتوبة من قبل الضابط القائم بالتحقيق أثر تعذيب لا يحتمله أجلكم الله الحيوان وهو الكهرباء والحلق بالماء وخلع الأكتاف وربط القضيب حتى لا يتبول وعلق بشباك أربع تيام بلياليها بعملية ربط يسمونها في مكافحة الإجرام ربطة العقرب يقول الأغرب ولا أعرف من ذلك والذي لا يحتمل أدخل بوري حديد في شرجة يقول وأنا أتألم سماع الضحكات وكلام وهمس من أشخاص أحدهم يقول أخذ له صورة يقول هاي الحادثة لم يقل أحد لم ما حتش على أحد غيري يقول أنا والدة خوفا من الفضيحة والعار الذي يلحق به ويقول تمنيت في هذه اللحظة الموت ولو طلب مني أن أعترف علاقة الوادي لأوفقتي يقولوا بعد عشر دقائق من نزلوه من التعليق وأخذوه الغرفة الضابط اللي يقول كان منتشيا على تعبيره قام بتهديدي بقوله أود على زوجتك تجي الزورك زيارة خاصة بغرفتي بعد هذا يقول قلت له سيدي شتيت تكتب اكتب وأنا بصم ووقع على كل ماتيدة قال لي وأنكر وقال لي أنكر أمام القاضي سوف أعمل بك أكثر من ذلك لأن سبقا سيرون القاضي المسائي وأنكرت كل ذلك له لا يا سيدي سوف أنكر ولا أتفوه بشيء أمام القاضي وفعلا حسب قول المحامي اللي دخل معا القاضي يقول سأله القاضي ابني أنت سعيش تركت مع آخر بقتل المرأة وهو يجيب فقط وهي الزبراء سريبتي ويطلب من المدعي العام الذي رأى التعذيب على ززده طلب بطلني يا لب عمار أب عمار شونك أهلا ومرحبا أستاذ أب عمار قصتك طويلة لكن واضحك ابنك متهم الله يحفظك أستاذ الغيهور ابنك متهم بقتل امرأة باعترافات ومشاركات معا فني متهم بمشاركة أنا بس أريد منك قضية وحدة تأكتها أمام الرأي العام الضابط اللي قل اللي كان يعذبي وانت تقول عليه منتشيا إذا ما تعترف أجيب مرتك بزيارة خاصة لغروفتي الضابط اسمه عندك الضابط موجود اسمه عندي تستطيع أن تثبت هذه الواقعة هاي من لسان ابني لي لأن هذا الضابط إذا فعلا فعلا أنت تستطيع أن تثبته أمام السيد رئيس مجلس القضاء وأمام الشرفاء في القضاء العراقي كثر هذا الضابط يتزين شاربه وينباس على رأسه لأنه شرف العراقيات شرف العراقيات يسوى شاربه وشارب لي رباه أنا هاي اللي أتوقف عده أبو عمار عندك ما يثبت على هذا الضابط عندي ما يثبت قوله هذا هذا قوله نعم حتى حتى تجاوز على الأئمة أي أي هذا بها مركز شرطة مركز مخافحة إجرام العلوية مركز هاي سنة سنة 2014 يقول له إذا ما تعترف أجيب مرتك قدامك أي يقول حسيت به هذه اللي خلتني أبصر على ما يريده زين ابنك شنو مشكلة تقول ثلاثة اللي اعترفوا بالقتل طلعوا وابني مجرد مشارك انحكم شلو ابني هاي هاي الإفادة اللي كتبوها هم كتبه هو الضابط منصر بسبيل أن يخلص المتهم الأول كتبها وباخذها منياً الإفادة من إفادة رجل المرأة اللي ما أخوذها قبل أربع سنين كتبها وبصم ابن عليها خاطر يخرج ذاك زين الكتال الحقيقي للمرأة منه اللي كات للمرأة فعلاً منه أبو عمار ها الكتال للمرأة الحقيقي منه ما طلع ابني قال أنا شاركت مع أفلان قال لي سوق للسيارة سوقت للسيارة طبع المرأة لقد قدش بها خليت وشردت هاي حقيقة هاي حقيقة هذا ابني هذا طلع بس دقيقة أبو عمار ابنك فعلاً وصل القاتل إلى بيت الضحية إيه ساب زين ابنك شنو علاقته بالقاتل صديقة جيرانة قرايبة لا يعقوه لها جاب جاب ليسم شن لا يعقوه لها جاب ليسم أخي ابنك سايق تاكسي شنو لا ابني عسكري اي وشان موجود عندنا بالبيت بيوم قتل المرأة هو رايح له هتة اي اي وهذا كتابكم منه هتة بالأصبارة زين اي اعتبره على أساس مشارك مو على أساس هو شنو المرأة شود ابنك يوصل القاتل مو يمها ولا أحذرها زين شلون منه جاب اسم ابنك ورقة مخبر سري المخبر السري شي يقول يقول رأيت اثنين يخرجون من بيت المجنة عليها واحد بيهم اسم عمار واب عبدالله ابنك عمار واب عبدالله عمار واب عبدالله زين افادت عمار اسم عمار هو بس احده ولد اسم عبدالله اللي بعد الصغير ما يسمونه ابو فلان عمار افادته من يقول انا وصلت القاتل وطبيت علي لقيتها يكتل بيها هاي افادة مفابركة لو حقيقية مفابركة مفابركة زين المرأة تقربوا لكم جيرانكم بالمنطقة ولا يعرفها ولا تعرفنا بس معلمة بالمدرسة اليمنة زين اهلها اش قالوا لكم ها اهل المرأة المكتولة اشتطلبوا منكم اهل المرأة المكتولة هم بيناتهم اول مرأة هو المتهم بها رجلها واولاده هي زوجة ثانية اخوها اخوها واخواتها افتموا رجلها واولاده مدين بقتلها صارت بيناتهم واحد يشتكع الثاني سوى تسويه بيناتهم هسه يريدون من عندي من داعاتهم اجيتهم على التنازل بالمروة وبالعشاير وكذا يقولون الريد ثمان شادات احنا اططينا رشوة على اولادنا طلعناهم لانا اولادهم نسجنوا ام الريد تطينا ثمان شادات هسه ثمانية هاذا الشيخ مانو مدين انت اي شلون تقدر تثبت براءة ابنك براءة ابني ماكو قاتل هسه شلون ماكو قاتل المحكمة المحكمة محكمة التمييز برك اللي اللي على اساس ابني مشاركويا زين ابنك اعتبروه ابنك اعتبروه مشارك بالقتل زين القاتل ياهو ماكو قاتل ها بعمار ابنك شريك بالقتل مشارك بالقتل القاتل ياهو ماكو ماكو قاتل زين الضابط هم طلب منك رشوة لا ما طلب مني خاطم نعدي لانهو انا قلت اصيح بالمركز وكذا ومش انهو زين انت ابنك ابنك ايش قد انحكم انحكم بالاعدام انحكم بالاعدام انطيني اسمك واسمك الكامل انا اسمي اي ياسر عزي بلفته انت من يا منطقة انا اسم بغداد بالكرادة بغداد المحاكمة وين صارت يا محكمة محكمة الرصافة محكمة الرصافة احنا بس يا ياسر انا اتحدث ودائما اقول اي يعني القضاء علي ضغوط وعلي ملفاته هواية ترى اللي ما يقدر يثبت ما يدهي قد يتعرض للمسالة القانونية انا اللي اريد ان اعودكم انه انت مني تروح خد تتعلم شغلة يا ياسر القضاء مو لسانب حلق القضاء يريد ادلة انت بطالب اولا ان تثبت على هذا الضابط اللي يساوى مع زوجته وان تثبت على هالعائلة ايضا تريد ثمان دفاتر وان تثبت انه هذا الضابط ايضا ارتشى من دوله وبعدين انا كنت اتذكر اكو قضية بقضيتكم اكو حارس اي حارس المدرسة حارس المدرسة شنو علاقته هذا اتهم بانه على خلاص مع المقتولة والمحسنة مع خز الجنايات طلبت انه يتم التحقيق معه الا انهم لم يتم التحقيق معه ايه هو الضابط ايه على انه شاهد سيد رئيس بجلس القضاء لعلى المحترم انا اتمنى ان تشكل لجنة من قبل سيادتك تثق بها انت وتثق بنزاهتها القضايا مثل هذه التي نعرضها لك وللرأي العام ان تتم برعايتكم حتى نستطيع ان نتوصل على اقل تقدير ان ننصف من يستحق الانصاف ايه حتى نقدر نقول يا ابا ترى هذا ابيض وهذا اشود وبخلافه الرجل الذي يدعي ولا يثبت والله انا من الذين يطلبون تجديد العقوبة عليه فان اللي ارجو يا استاذ العزيز رحمة لهم مخوبو انا اذا طلع هذا حكي بي في قيد شعرة كذا انا حاضر انا حاضر للمساحة لانه عندما يصل هاي اكثر من مرة دولا اللي ياخدوا مساحات كل شهواي اللي يساومون على شرف العراقيات لانه بلا شرف لانه بلا كرامة عندما يقال هذا الكلام الان العراقيين يقولون على الهواء مباشرة بالامس وقبل اول امس كانت الناس تستحي انا تقوله لكنه الان يربط من قضيبة ويدخل لبورة حديد فيه شرجة ويقول لا اجيب مرتك هذا بيازة من بيان نظام هذا صار باي ظلم هذا والان يقال يا سيادة رئيس مجلس القضاء الاعلى يقال على الهواء لانه الناس وصل بيها الظلم الى مدايات لا تستطيع ان تسكت هسا مرات يقول لك والله يدعون هسا انا خلنا نقول ادعاء هذا نحتاج ان نثبته اشتركوا في القناة